موسيقى السلام عليكم مشاهدي الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مباشرة معكم نخصص هذا المساء لمناقشة إشكالية تطرح منذ سنوات في المغرب يتعلق الأمر بضعف الملاءمة بين التكوين خصوصا في التعليم العالي والتكوين المهني ومتطلبات سوق الشغل والمقاولة سنحاول التطرق إلى أبرز تجليات ومظاهر هذه المفارقة ونناقش كذلك السبل والاقتراحات القمينة بتجاوز هذه المفارقة سواء من خلال ما تبادر إليه الدولة والسلطات العمومية أو المقاولات أو الباحثين أو الجامعة أو غيرهم لأجل كل هذا يسعدني أن أرحب هذا المساء سعب الطيف ميراوي رئيس جامعة القدعي عياد بموراكوش مرحبا شكرا على الدعوة وشرف كبير الجامعة القدعي عياد وكذلك الجامعات المغربية التي تنتمنون إن شاء الله فهذا الحوار يكون مفيد للجامعة وشرف لنا أن نستضيف جميع الجامعات المغربية سيمي راوي مقولة نفتاح الجامعة على محيطها السنوات ونحن نسمعها وش دلت أنه بدأت يعني دلت المرحلة أنه فعلا تنفيد إلى هذه المقولة ولا بقى غير شعار لا هي في حقيقة ونحن نفهم المواطنين بأن هذه المشاكل التي نتكلم عنها اليوم وتنظن الخطاب الملكية والخصوص للعشرين غشت حتى تنقطت النقطة في بلاستها تنظن بأن في دول العالم المشكلة الملاءمة مع سوق الشغل تتروح بكيفية كبيرة غير الحدة ديالو تتكون في الدول النمية بحل المغرب ونحن نحسن به عشنا هو اللي زاد لنا هاد الحدة ديال هاد المشكلة وهو المشكل الكبير واللي كنسميه العويس وهو مشكل اللغة ومشكل تمكين أنا إلا كنت نأكد على شي نقطة وهي إلا كانت تعليم وإلا كانت الجامعة خاصنا نوصلوا لواحد نقطة باش نمكنوا طالب نمكنوا هي نعطيه الوسائل اللي يخم بها ويفكر فيها وكان قولوا بالفرنسية وربما نترجمها بالعربية يلفوا أبخندغ أبخندغ المشكلة ديالنا اللي عندنا اليوم هو الطلبة ديالنا وتلميذ ديالنا كيحفظه ومن اللي كمشيوا لسوق الشغل ما كيحتاجوه سوق الشغل ما كيحتاش لأن المشاكيل ديالسوق الشغل ماشي هي ذاك شي اللي يحفظ ولا اللي يبقى يعود سوق الشغل كيتغير اللي خصنا نعرفه هو أدواج دينامية ديال الجامعة تكون موجودة ولكن اللي تكلمتي عن المفارقة أنا عندي المفارقة ندخل لها بثلاثة النقاط المفارقة اللولى وهي بيداوجية ولا أكاديمية هي اللي تكلمنا لها ملاءمة تكونات مع سوق الشغل وخصنا نقص من الحدة ديالتها لأن الجامعة ماشي هي تكون الناس باش يمشيوا لسوق الشغل الجامعة هي أيضا باش تخلي الإنسان يتفقه وتخلي الإنسان يكمل في الحياة دياله هذا الشيء لكي نأكد على التمكين لأن التمكين ماشي غير لقى خدمة ولينا يأخذ ديبلوم يكون ممكن ويكون عندي القدرة باش نبدل الخدمة لانا باش ننساوه باش ما ننساوش بأن اليوم الطالب من اللي يأخذ ديبلوم دياله وغادي يمشي يخدم ماشي بحالنا نقدرون لخدم وجوج الخدمات في حياتنا ده الطالب الجداد والشباب اللي ديال اليوم غادي على الأقل سبعة ولا تمنية الخدمات في حياته ربما عشر وربما كتر هذا الشيء اللي يجي من بعض غادي يكون صحيب المفارقة الثانية هي مفارقة مجتمعية لأن كان قولوا بأن المشكل كين كين من الجامعة كين من دراسة كين من لا المشكل كين كلنا كنت قسموا المجتمع يعني الأوصر ديالنا حتى هي مسؤولة تنظر المجتمع بحال اللقاءات اللي خصت تكون بين الجامعة وبين الشركات ما كينينش بساف وكين أو تاني الكوليكتيفيتة لوكال الجامعة التورابية اللي ما زال ما كينش واحد الالتقائيات اللي خصوم يكونوا باش نغير ماشي والمفارقة الثالثة اللي غنقولها مؤسساتية باش ما نقول سياسية خاص يكون واحد تنصيق بين مختلف مختلف القطاعات اللي كل هكا تصب في العمق ديال هذه المشاكل ديال ديال الشباب اليوم تنظل بهذه الخطاب الملكية تنظل بانا كين واحد الابخيز باكونسيونس اللي ولات عندنا كلنا باش نكون نحسوا بالمشكل الكبير انا عندي قناعة ايلا بغينا نوصلوا بلادنا البعيد و بغينا نوصلها بحال الدول اللي كنتكلموا اللي اديما واللي كنت انا كننحسدهم هالكوريا انا مقتنع بانا خاصنا نعطيو تمكين ونعطيو الحلم نحقو الحلم لطالبة انا كنقول غير اليوم عندنا تقريبا مليون طالب في الجامعة مية وعشر الاف بتات مية وخفستاشر الاف جامعة القضاعيات كلهم حلم وكل حلم كي تدي معا أسرة تنظن هادا هادا ولي خصنا اللي خصنا نعطيهم وغادي نرجع لي بتفصيل اشنا ولي خصنا نعملو واشنا ولي خصنا نديرو بالنسبة المشاهدين والمشاهدات هادا شركة تسنو مننا ما ينبغي عملوها خلي سيصرحان نشوف السلم راوية وجهات نظر وكيفاش كيشوف ربما المدخل لمهالجة هادا هادا اللي كنتكلموا انا تنظن بانا كين المشاهدين ابا وطلباء وشباب اللي خصنا نعطيهم الامال وتنظن بانا في هذه البلاد كين الامال انا اللي مكياجبنيش هو باش نقارنوا احنا مع الجيل ديال اليوم احنا كانت عندنا خصوصيات مختلفة كنا قلال اولا كان نسوق الشغل مرحبا المغربانة ديال ديال سوق الشغل في المغرب كان الاطور اللي خرجوا اللي عندو شي ديبلوم كان نخدموه اليوم مرا كيف ما قال السحفظي الى ما كانتش عندنا كتر نسبعة في المياه ديال نسبة النمو ما يمكنش نخلقوه فرص العمل ولكن كين عندنا شركات كبار وشركات كتار اللي كيقلبوا على على الشباب ما كيلقاهمش في المياه ديالهم تنظن بانا نخصنا نجاوبوا مع هات المشاكل دي باش باش الرأي العام يفهم بانا راح نغادر في واحد مصار اللي غادي نغيره في الامور واجبتي واحد يعني الاقتراحات اللي درنا اللي بدينا احنا في جامعة القضايا اكتشفنا درنا واحد اللونكات ناسيونال واكتشفنا بانا ربعمائة شركة ديال اللي كنشكرها لانا جاوبت معنا في هذا النتاق كل شي كيقولوا لنا بانا طلبة ديالكم كيعرفوا العلم ما عندناش معاه مشكل ليسيونس ما عندناش مشكل تقريبا المشاكل اللي كينا هي في اللغات والمشاكل اللي كينا هي في المهارات الداتية والكفاءات الأفقية اللي تكلمنا لها الانسان كيكون منفاتح وكيف ما قلتي ما شي خصنا نديروها في كل شهر هاتشي كيجي من من الصغر كيجي من الصغر كيجي من الابتدائي من التنوي وغادي وكيطلع وفي الجامعة كنتكلفوا بهذه المهارات وكنكونوها وكنطوروها يعني في الصلبة ديالها اللي غادي تحتاجها الشركة واذا كيالاش كنتكلمنا كنقول تمكين لانا سوق الشغل كيتغير ممكنش تجاعدنا الشركة تقول لنا ديروا لي ديبلوم ديال انجينيير واللي غادي نخدمه فيه عشرة ألاف واحد نحن معدناش مشكل غادي نديرو ولكن هذو كل عشرة ألاف ما غاديش نديرهم غير في هذا الدومان اللي بغاية الشركة خاصنا نخليولهم واحد المجال اللي غادي اللي غادي تطوروا فيه اللي غادي نقاو في الخدمة أنا بغيت نقول بأن في بلادنا خاصنا نعرفوه شنو كين خاصنا نديروا الملاءمة نديروا واحدة مع الشعب ديالنا ومع الناس ديالنا أنا نعطي غير مثال في الجامعات المغربية كلها وبحال بحالة شكل مئة ألف طالب اللي كانت العامل اللي داز وخمسين ألف منهم عندهم المنحة كتعرفوه أشنا هي المنحة المنحة في ندينا بحالة يوسفية خاص والديك ياخدو يكون عندهم صالير قل من تمنيرهم في درهم في العام العائلة ديالهم تمنيرهم في درهم في العام خاصنا غير نحطوا الأمور كيف كينا ها التلبة هادو جاي من وسط ضعيف دونك خصم اللي يجي للجامعة خصنا نردو كل شي بحال بحال نعطيه الفرص لجميع المواطنين هنا فين خصنا نكونهم وتيجيوا عندنا الطالب الـ 18 عام يخرجوا 25 عام هنا فين كنكونوا المواطن وهنا فين خصنا نتكلموا على كيفاش نرجعوا مواطن قادر باش يلقى سوق الشغل وقادر باش يبدلوا وقادر باش يمشي يقلب عليه وكيف مقالسي مصرحان يمشي للأنترنت ويقلب طالب هذا ما عندنا ما وصلينش لهذه الدرجة يخصنا نوصلهم ولقلنا بأن شغلهم هادا كل مشكلة ديالهم هاداك تنظل بأن قدرنا غلط كبير وهذا الخيطة بديل جلالة الملك ركي توجه لنا باش نغيروا الأمور وانا نقول لك بنسبة البداغوجية والأستيدي الجميعين في الجامعة كيف فهموا هاد النقاشات هذه ونحن أولادنا واحد تقافة تغيير اللي أولادت عندنا في الجامعة المغربية اليوم اللي أولادت موجودة خصنا نغتال مواد الفرصة هذه واش مازالين كانت تعاملوا مع الطالب بالكور بالتادي بالتابي بالمنطقة ديال 60 عام وديال 100 عام ما يمكنش شركة اليوم شركة اليوم بغت طالب خارج متخرج بغت أنجينيور ولا موجاز بغتوا اليوم ويخدم اليوم ما عنداش الوقت باش تعلموا اليوم يخدم اليوم خص يكونوا عندو مهارات اللي فايتها خص يكون عارفها يكون عارفها وخص يكون يقدر يخدم اليوم وغدى ويبدل الخدمات يالو عام من بعد وليس شوان من بعد ذلك خصنا نكونوا بتكون جديد وغيرا أعطيه روحة المثال اللي كان أعطي ديما للناس وكان يقول المواطنين المشاهدين يجربوها يشدو شي طفل صغير يقول الله عنده عام ويعطيه صورة في الورقة تيعطيه صورة في الورقة والدري الصغير كي يحاول يكبرها ومتى تبغيش تكبر لي وتيبدأ بكي تسميهم هادو لجنراسيون ألفا نملف بالآيباد داخل فحد النتاق جديد فاتشي ونحن ما زالين ما زالين كنقرره بالدورف القديمة اللي عندنا لهم في تياتر في 500-600 طالب بعد مرات خصنا نغيره نغيره من النموذج وهذا تنقول بأن هالتحديات الكبيرة اللي عندنا اليوم في المغرب تنظل بأن المغرب محدود محدود لأن اليوم مستقر لأن اليوم مطلوب لأن الشركات الدولية ولكن إلا بغينا لأننا عنده فئة الشباب في الهرم ديموغرافي كبيرة لأنه تشوفه دول غربية كيف تأخذ طالبات محتاجين بالشباب تنظل بأن نغتانم هذه الفرصة اللي فيها تحديات كبيرة ولكن في الحقيقة فيها فرص كبيرة اللي غدي تخلي البلد دينا توصل لواحد النقطة اللي غدي تكون مهمة وهذا شي باش هذا شي خصنا نغيره من نماط دينا ونغيره من خصتكون عندنا تقافة تغيير في المؤسسات في المؤسسات العمومية وبالخصوص أنا بريد تغيير نشير واحد النقطة اللي ربما كنت تكلم بزاف واحد الكلام اللي خيب على الجامعة العمومية والجامعة المغربية بالخصوص راها راها خصنا نستحضروا لأن من 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 ستينات راحنا نقزنا واحد واحد القفزة كبيرة وهذا شي كل اللي تنتكلموا فيه احنا كل خريجين خريجين دي الجامعة دي الجامعة المغربية خصنا اليوم خصنا نتكلفوا بها وخصنا نوقفوا معها ومليك نقول لكم بأن خصنا نعرفوا اش من جامعة بغينا اش من بنية تحتية بغينا وكيفاش نوصلوا لها وتنظن اليوم بأن هات الشراكات وهات النقاشات اللي عندنا اليوم مع السي جوام اللي الحمد لله عندنا اليوم كفاءات كبيرة لف لف الخاص ولف في العام بالنسبة للمسيرين تنظن هاتي فرصة جديدة واللي خصنا نتكلموا على أشنا هو الماجي بارسكو اليوم كيفما قال جالت ملك نقطة دي اللغات خصت تحل خصت تحل نهائيا وتنظن بأن لحلينا القضية دي اللغات نعندي ثلاثة النقاط اللي كيخليوا القطيعة اللي كيخليوا المشاكيل ديال ديال الطالبة اللي كيجيوا من وضع هاش اللغة رقمانة وهات شي اللي تكمن علي المهارة الداتية والكفاءة الأفقية حلينا هات المشاكيل هاتي ولكن كيفما قال صحفتي خصنا نتكلف بالمعاريف لأن ما خصنا نقوله بأن نرى المعاريف لما هل ما عارفت هي خصنا نتكلف بها لأن ولا واحد النقص فيها يتنظل بينا إلا تكلفنا بهذه النقاط هذه تنظل سنغير المسار سيميرا ويلا بقى لك شيء إضافة في ثوائم معدودة نعم نعم نقول إلا استحضرنا الرؤية الاستراتيجية ديال مجلس أهل التربية والتكوين ومجلس الاقتصادي والاجتماعي والتقارير مجلس الحسابات وتنظل بينا عندنا واحد تلات هذه المداخل أولا خصنا نكون عندنا واحد مداخل الأول بنوياوي بالنسبة للجامعة خصنا نغير من نمط ديال التدريس والبيداغوجية بهذا الرقمنا خص الرقمنا نخدم فيها العلم الجديد يلا البيداغوجي البيداغوجي يبغيد باش رقمنا تولي داخل على الأقل باش نواجه هذه الصعوبات اللي عندنا اليوم اللي ربما كنقول لي الاجتداد ما كنحمل الأسلوب الاجتداد لإقبال الجامعة المغربية باش نقلص منه وباش ندخله في نطاق الجديد النقطة الثانية وهي علاقة بالموارد البشرية اللي خصنا نكونوها وخصنا نديرو لها الإشهاد على العمال اللي عندها في السنة وكذلك نعلمهم أيضا اللغات والمعاملات مع طلبة والثالثة هي السوسيو الاقتصادي واللي بريت نشير له سي الحسن النقطة مهمة باختصار وهو هذا الشي اللي جاي من هنا 2030 كبير كبر من هذا الشي اللي كنتشوف فيه دبا كنتكلم في الدول الغربية على 60% دي المناصب الشغل اللي ستفقد بلا روبوتيك بلا تيليمتسين هذو هما أشكركم جميعا أشكركم مشاهد كرام على حسن المتابعة وللقاء في فصة مقبلة بحول الله اشتركوا في القناة